والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين إمام الأطقياء والزاهدين سيدنا ومولانا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم صل على سيدنا محمد معدن الحقيقة العز المعزوز بجلال عزتك للباطنة الظاهرة يعني صراحة أتغاذ عن ظهور الإعلام الكثير لكن زريدته بقريس من جرائد وطنية المستقلة الكريمة التي لها إن شاء الله باع وصيط جميل وجليل في هذا الميدان إذا نجدر بنا الإشارة هنا إلى ذكر الدور الفعال لمؤسسة إمارة المؤمنين والمؤسسات المنظوية تحتها من بينهم مؤسسة محمد السادس العلماء الأفارقة ودورهم الفعال والكبير في نشر الدين الإسلامي وترسيخ معالمه ومبادئه السمحة مبادئ الوسطية والاهتدال في الدول الإفريقية جمعاء فهذا يعني مجهود جبار يستحق من الجميع أن يقف له وقفة إجلال ووقفة إكرام ووقفة تبجيل ونحن الحمد لله ننضوي تحت هذه التوجيهات النير الخير بهذه المؤسسات الدينية المحضة التي همها الأوحد توحيد الأمة على كلمة الحق ودين الحق إلى أن تقوم الساعة أخير أود أن أشكر هذه المنظمة التي استدعتنا ونحن بدورنا لبينا واستجبنا لهذه الدعوة لكونها تتماشى مع أهداف وسياق والخطاب الديني لمملكتنا الشريفة